حصدت شركة بابكو انيرجيز جائزتين دوليتين من قبل مجلة AMA Finance عن فئة تسئيلات التمويل الإسلامي والتقليدية المرتبطة بالاستدامة وعن فئة أفضل صفقة تمويلية للعام ابتكارا ونجاحا في إطار الحوكم البيئية والاجتماعية لعام 2022 وبهذه المناسبة قال سيد مارك تومس رئيس التنفيذي للمجموعة في شركة بابكو انيرجيز إن الشركة تواصل تبني أفضل الممارسات التي تسهم في صناعة التمويل المستدام بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للمملكة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وجاء نجاح الشركة من خلال صفقة تضمنت إعادة تمويل تسهيلات المرابحة البالغ قيمتها 1.6 مليار دولار أمريكي ورفعه ليبلغ إجمالي 2.2 مليار دولار أمريكي في أول مبادرة لربط التسهيلات بالاستدامة المعتمدة على النظام المزدوج وترتكز على مؤشرات الأداء الرئيس المتعلقة بخفض انبعاثات الغاز التفيئة والالتزام بتدابير السلامة وخفض معدل الإصابات المضيعة للوقت ترجمة نانسي قنقر